خرجت شركة كارادينيز عن صمتها تجاه ما يكال إليها من اتهامات بحسب رئيس مجلس إدارتها أورهان كارادينيز الذي لوح باللجوء إلى القضاء في حال وجهت إلى الشركة افتراءات جديدة كما يقول كارادينيز الذي قدم شرحا مفصلا عن عمل البواخر أوضح أن تكلفة كيلو واط الطاقة من البواخر في لبنان هي بين 11 و 12 سن بينما تكلفة الطاقة السورية هي بين 14 و 15 سن وأضاف أن البواخر يمكن تأمينها خلال أشهر فقط بينما بناء محطات الكهرباء يأخذ ما بين 4 و 5 سنوات وشدد أورهان كارادينيز خلال المؤتمر السحفي الذي عقده في مبنى الشركة في اسطنبول على أن لبنان تمكن من توفير 350 مليون دولار في 5 سنوات من خلال البواخر مقارنة باستجرار الطاقة من سوريا ووفر أيضا 75 مليار دولار مقارنة بالمولدات الخاصة وأكد كارادينيز تطبيق كامل القوانين والأنظمة اللبنانية إضافة إلى تأمين الشركة ل150 فرصة عمل للبنانيين بالإضافة إلى ألف وظيفة غير مباشرة ورأى كارادينيز أن البعد في لبنان يقول أن الثمن في جانا أرخص من لبنان وهذا أمر غير صحيح ولبنان هو أرخص بلد يأخذ الطاقة من شركة كارادينيز وفي ختام المؤتمر جزم كارادينيز أن لا سمسرات ولا عمولات في بواخر الطاقة في لبنان